بخصوص الدعم للحوم الحمراء الحكومة لم أعطيت الدعم للحوم الحمراء لكي نكون واضحة الحكومة لم أدعم سلسلة الأبقار نحن نتحدث عن الدعم المرتبط بالبقارات الحالوب وهذا دعمون مختلفة وهذا لديه مسارات هذه العملية التي قمت بها الحكومة الآن ما نعملها؟ منها جوجل إجراءات أساسية واحد استفاء الرسوم زوننا الرسوم التي كانت على العجول على البقارات الأليفة وذلك الإجراءات التي كانت في المرسوم السابق الوزن مع الكمية الإجمالية زونناه والإجراء الثاني هو إجراء ديال أعفينا هذه الاستيرادات من القيمة من الضريبة على القيمة المضافة التي كانت ترفع السعر للحوم الحمراء على أجد الحكومة دارته لكي يوقع واحد تخفيض في الأسعار للحوم الحمراء التي يستهلكها المغربة هذا شيء غير قانوني أول مرة نسمع هذا الكلام إذا كان هذا غير قانوني نرده نزوله لا هذا ماذا مصفقة؟ ماذا حل جاءت من ٢٢٢؟ نعطيك الأرقام من ٢٢٢ أكتوبر السنة الماضية لحد الآن يلا دخلت ٩٠٠ ٨٠٠ يلا دخلت ١٨٠ ماذا كان هذا الذي تعطيت له الخبار؟ وكيف تعطيت له هذه الخبار؟ ماذا حل جاء بالسلامة؟ أجينا نرى رأي ٢٢١ متدخل و ٢٢١ مستوريد وكانت تكلم عنه من ٢٠٠٢ ٢٢ وهذا القرار هذا رأي الله دخل في ٢٢٠ الشهر الماضي يعني في آخر الشهر الماضي هذه تقريبا ٢٢١ يوم ماذا حل بالسلامة من عجل؟ ثم الحكومة لماذا قامت به هذه الإجراءات؟ الحكومة قامت به هذه الإجراءات بإشتفتح المجال لجميع المستوردين باش اللحم الحمراء توجد في السوق باش الأسعار تهبط هذا هو عشق منه بهذا العمل هذا؟ هذه النظريات تسريب الخبر؟ ما حال ما نعجل تستورد؟ هذا هو السؤال الذي يجب أن تطرح حتى الآن نحن غير راضيين على العدد العجول التي تستورد نريد أن يرتفع العدد وإلا كنت تعرف شي واحد نقولها لي نقولها لي يجيب ولكن حداري من هذا الشيء الذي يروجه أنا لم أتكلم معك أنت لكن هناك أخبار غير حقيقية تاروج لهدف منها لا أعرف كيف نحن نريد أن هذه المسألة تسريع في عملية الإجراء توقع لأن اللوحة من الحمراء ستنخافض مازال السعر يزيد مازال يهبط لكي يكون في متناول المواطنين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر